الأولياء لهم جاه ومنزلة وواجهوهم عند مولى الفضل مقبول لا شك أن بعضكم يتساءل من هو الإمام أحمد رضا خان وما هي الإنجازات التي قدمها في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين الإمام أحمد رضا خان هو من كبار علماء الإسلام على مر التاريخ ولإمامته لأهل السنة ورئاسته في العلم شهادات كثيرة من علماء زمانه فقد كان رحمه الله تعالى بحرا في العلوم والمعارف وعبقريا في الفقه الإسلامي كرس حياته للعلم والمعرفة فحاز هذا الشرف ونال الرتبة العالية فيه بل آلت إليه الإمامة والرياسة في زمانه وعاش لنصرة الدين وخاصة في زمانه الذي وصف بضعف الأمة الإسلامية وعداوة الدول الاستعمارية عليها فنشأت عدة فرق ضالة مضلة في ذلك فكان الإمام أحمد رضا خان سيف الدين والأمة المسلول عليهم رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم